موسيقى أسعد الله صباحكم اليوم هي من الجمعة السادس والعشرون من مايو 2017 نحن الآن في صدد المراحل النهائية لتجهيز هذه المحطة والتي ستغادر إلى ولاية مونتانا سعة هذه المحطة 115 قانون في الدقيقة الهدف من هذه المحطة هو معالجة المياه المرفوضة من عدة محطة تناضي عكسي موجودة حاليا في موقع هذه المحطة التي ستغادر المحطة كما ذكرنا المياه المرفوضة من عدة محطات تناضي عكسي سيتم معالجتها في هذه المحطة لزيادة نسبة تقليل كمية المياه المصروفة إلى الدرين هذا النظام فيه مميزات عديدة منها نظام آنابيب أو مواسير الستانستيل هي من النوع السانيتري الصحية لتجنب أي نمو بكتيري في هذه المواسير أو هذه الأنابيب كذلك يوجد دايفرد فالف على المياه المنتجة حيث إذا دلت جودة المياه يتم رسال هذه المياه مؤقتا إلى المصرف كما نرى هنا المحطة تشمل مضخط الضغط العالي من نوع غرونتفوس وهي من نوعية جيدة نوعية الممبرينات أو الأغسية هي صناعة شركة هيدروناركس الأمريكية وهي ممبرينات مياه بحر نظرا لعلو أو زيادة الملوحة الموجودة في المياه نوعية التحكم الموجودة هنا أو الكنترول بانالوحة التحكم صناعة شركة ألين برادي الأمريكية تشمل هذه المحطة كذلك نوعية الـ RP والPH أو الأس الهايدروجيني للمياه الداخلة أو المغذية وكذلك تشمل الفلتر الأول وهو 5 مايكرون جميع أنظمة التحكم في هذه المحطة من النوعية العالية الجودة بما فيها محبس التحكم على مدخل هذه المحطة كما ذكرنا سعة هذه المحطة 115 قلون في الدقيقة وسيتغادر اليوم إلى ولاية مونتانا شكرا